ايران التي اعلنت انها تصدر يوميا 13 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط انبوب نفت شهر الايراني تحدث وزير نفطها بيجنزنغانا بلغة المتفائل عن زيادة صادرات النفط ومشتقاته انتعاش الصادرات النفطية الايرانية قابلتها خسائر عراقية كبيرة على مستوى اهدار ثروته فالعراق يخسر سبعة ملايين دولار يوميا بسبب حرق الغاز المصاحب في ظل حجم الانتاج الحالي من الغاز الذي اقترب من ملياري قدم مكعب يوميا الا ان ما يحرق منه قدر بنحو مليار وسبعمائة مليون قدم مكعب وهو ما يكلف العراق خسائر مادية تقدر بنحو سبعة ملايين دولار يوميا خسائر العراق من الغاز الطبيعي اكدها وزير النفط جبار اللعيبي الذي قال ان العراق يحرق نحو خمسة وخمسين بالمئة من الغاز المصاحب يوميا بينما لا توجد خطط حقيقية لايقاف هذا النزيف النفطي قبل حلول عام 2020 العراق الذي ينتج الآن اكثر من اربعة ملايين برميل من النفط يوميا تكمن مشكلته في الزيادة المضطردة في الانتاج زيادة تعني هدرا اكثر للغاز المنبعث الذي لو استثمر بشكل صحيح سيوفر للعراق ثلاثين الف ميجاواط من الكهرباء ونحو ثلاثين مليون دولار يوميا بحسب تقارير اقتصادية مختصة استخراج مشتقات النفط الخام لا وجود له في العراق منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 فاهمال انشاء مصفات مناسبة لما ينتجه العراق يوميا وعدم تأهيل ما موجود تسبب في خسائر مالية تقطت عشرة مليارات دولار سنويا اموال كانت كفيلة باحياء الصناعة وتزويد المناطق السكنية بالكهرباء اما حال المصافي النفطية مثل مصف بيجي فكان عرضة للتخريب والسرقة القطاع النفطي في العراق كان ضحية اخرى للفساد الحكومي وسوء الادارة الذين انهكا دولة العراقية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية اشتركوا في القناة